مشروع زراعة الرقائق الإلكترونية في دماغ البشر أو ما تسمى بشريحة الدماغ يرى النور بعد طول انتظار حيث خضع أول مريض من البشر لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها شركة نيورلينغ التي حصلت على موافقة إجراء التجارب من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية ليترقب العالم النتائج المترتبة على تلك الخطوة لكن ما الذي بمقدور تلك الشريحة الدماغية المثيرة للجدل أن تعمل؟ بحسب مختصين في مجال التكنولوجيا فإن هذه الشريحة قادرة على الشفاء من أي ضرر أو تلف يصيب الدماغ على غرار الشلل النصفي أو العمى وإن هذه التكنولوجيا قد تتطور بشكل سريع ليكون هناك دماغان يتواصلان مع بعضهما البعض وبالتالي ينتجان الكثير من المزايا ويمكنهما تنفيذ الأعمال التي لا يستطيع الإنسان الطبيعي القيام بها كما يمكن لتلك الشريحة الذكية التي تزرع في الدماغ أن تقرأ ما يدور في عقل الإنسان وأن تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ إلى جميع أنحاء الجسم وهو ما يمكن أن يحدث طفرة في علاج الأمراض التي تسبب إعاقة حركية للبشر وتطورا بالغ الأهمية في مجال الأجهزة المزروعة في جسد الإنسان أو القابلة للارتداء إذن وفي الوقت الذي تتسارع فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لتدخل في كل مجال من مجالات الحياة تزداد المخاوف من الآثار الناجمة عن زراعة شريحة في دماغ الإنسان كاستخدام هذه التكنولوجيا التي ترتبط دماغ الإنسان بحاسوب متصل بسيرفر يضم كل المعلومات في مسائل غير قانونية أو تهدد الحياة البشرية ووسط تلك التحديات تعلو المطالبات بضرورة إيجاد حوكمة واضحة تتضمن عددا من التشريعات والقوانين والمبادئ والسياسات والإجراءات الواجب اتباعها بهدف استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق آمنة ومسؤولة وشفافة تحد من مخاطر الاختراقات الأمنية وسوء الاستخدام والتمييز وانتهاك الخصوصية وغيرها من الآثار السلبية التي قد يسببها في المستقبل القريب لاستخدام الخاطئ لتلك الشرائح وبالتالي تصبح السيطرة على عملها من المستحيل ترجمة نانسي قنقر